أحمد فقط اسمح لي أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تنكشف الآن بعد اجتماع الكابنت وتتعلق بمصادقته على تحويل أموال المقاصة واقتطاع رواتب موظفي قطاع غزة منها ومنها بحسب بما جاء في بيان أو قرار للكابنت نشرته وسائل إعلام إسرائيلية فإن إسرائيل أيضا ستراكب التزام النرويج بعدم تحويل هذه المخصصات إلى قطاع غزة وفي حال قررت النرويج تحويل هذه الرواتب إلى قطاع غزة فإن إسرائيل تهدد بعدم تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى الضفة الغربية أيضا أموال المقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية ويشبهها الاحتلال الإسرائيلي بحكم سيطرته على المعابر الفلسطينية وتشمل بالأساس عائدات الجمارك النقوص وما إلى ذلك من أمور بمعنى أنها أموال فلسطينية خالصة مئة بالمئة ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي التصرف فيها لكنه خلال العقود الأخيرة تصرف فيها ومنع تحويلها أكثر من 12 مرة بحسب رصد مواقع محلية فلسطينية لهذا الأمر الآن الجديد في هذا القرار أن الاحتلال الإسرائيلي بدل أن يحتجز أموال المقاصة الفلسطينية في بنوك إسرائيلية ونتيجة للضغط من الولايات المتحدة وإصرار السلطة الوطنية الفلسطينية على عدم استلام هذه الأموال قررت تحويلها إلى بنك في النرويج وكان السؤال خلال الفترة الماضية ماذا لو قررت النرويج تحويل أموال مساوية في القيمة لكن ليس نفس الأموال التي صادرتها إسرائيل واحتجزتها هناك إلى قطاع غزة بالتالي تمنع تدهور الأوضاع أكثر هناك في القطاع وتجيب إسرائيل أنه في حال لو فعلت النرويج ذلك سيعتبر هذا مخالفة لما تم التواصل إليه وسترد إسرائيل بمنع تحويل كافة الأموال الفلسطينية إلى الفلسطينيين هذا عدم التحويل هذا تسبب بأزمة اقتصادية خارقة في الأراضي الفلسطينية خصوصا أن رواتب الموظفين الفلسطينيين تدفع من عائدات هذه الضرائب وخلال الفترة الماضية خفضت السلطة الفلسطينية الرواتب التي تدفعها للفلسطينيين ما تسبب بأزمة حذرت الولايات المتحدة من أن تتضاعف وأن تؤدي إلى انفجار الأوضاع في السلطة الفلسطينية لكن أيضا الشباك جهاز المخابرات الإسرائيلي حذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية إذا ما استمر اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية والمحصلة كانت القرار الذي تم المصادق عليها اليوم وحتى الآن من غير الواضح أن كانت السلطة الفلسطينية ستكبل استلام هذه الأموال أو أنها لن تقبل وستعتبر تحويل أموال قطاع غزة ميزانية قطاع غزة إلى النرويج هو اقتطاع مرفوض أو أنها لن تتحفظ على هذا الأمر على اعتبار أنه ليس في بنوك إسرائيلية بمعنى بآخر هذا الملف لم ينتهي حتى الآن وقد لكون له تبعات خلال الفترة المقبلة أحمد؟ نعم أحمد كنت تريد أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا وأيضا تحويل هذه المبالغ إلى النرويج وأيضا السلطة الفلسطينية لطالما رفضت حتى استلام هذه الأموال مقتطعة كما ذكرنا من الأموال التي يتم صرفها إلى غزة نسأل أحمد عن العكاسات أيضا وملف ارتفاع أعداد قتل الضباط والجنود في جيش الاحتلال وخاصة أحمد بأن كان هناك حديث بأن جندي عائد من القتال في غزة أطلق على صديقي في تل أبيب وقتله وهو ما تم الحديث عنه بأنه يعاني من صدمة نفسية كبيرة أيضا كيف ينظر إلى هذه الأمور أيضا في تل أبيب؟ بالفعل أحمد وهذه الأمور ينظر إليها بكثير من الريبة والخشية نظرا لأنه قد تؤثر على عدد كبير تقديرات إسرائيلية بأن نحو عشرة ألاف جندي إسرائيلي قد يصابون بالطراب ما بعد الصدمة نتيجة للحرب على قطاع غزة هؤلاء جنود مسلحون وبالتالي هناك خشي عند كثير من الإسرائيليين من ارتفاع العنف الأسري وعمليات إطلاق النيران من قبل هؤلاء الجنود الإسرائيليين خصوصا أنه حتى الآن نشر عن حادثتين متشابهتين الأولى وهي التي أشرت إليها أحمد عندما أطلق إسرائيلي بالأمس جندي إسرائيلي مقاتل عاد من قطاع غزة النار من سلاحه المرخص على صديقه ما أدى إلى مقتله على الفور لكن قبل أكثر من شهر انتشرت حادثة عن إطلاق جندي إسرائيلي النار على رفاقه داخل قاعدة عسكرية في منطقة عسقلان بعدما خرج للاستراحة من قطاع غزة وبحسب ما نشر في إذاعة الجيش الإسرائيلي في حينه فإن الجندي الإسرائيلي استيقظ مذعورا من كابوس في الليل وبدأ بإطلاق النار في الغرفة التي كان فيها معدد من الجنود الإسرائيليين وبأعجوبة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يؤدي ذلك إلى مقتل جنود الإسرائيليين نظرا لأنه أطلق النار على حائط ولم يطلق النار مباشرة على الجنود الإسرائيليين هذا الأمر يخشى من أن يتكرر كثيرا خلال الفترة المقبلة نظرا للسرعة أو الأريحية التي وزع فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بينكفير الأسلحة على الإسرائيليين ومنحهم الترخيص وزعت يكفي أن يكون المرء جنديا محررا تقريبا من الجيش الإسرائيلي حتى يحصل على سلاح دائم معه هذا الأمر أثار مخاوف من استمرار إطلاق النار ومن تأثير ومن تبعات التأثير النفسي والصدمة النفسية لألاف الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية كثير من الصحفيين ومن الإسرائيليين يتداولون هذه الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت تنتشر الدعوات إلى إعادة النظر في كافة القرارات المتعلقة باستمرار تسليح الجنود الإسرائيليين المسلحين ويبدو أن هذا الأمر بالإضافة إلى قضية الأسرى الإسرائيليين أكثر تفاعلا من أعداد الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة رغم التململ الإسرائيلي من هذه الأعداد التي تأخذ بالارتفاع تدريجيا لكن الخشية من الصدمة النفسية من الطراب ما بعد الصدمة تكاد تصل إلى كل المنازل في إسرائيل أحمد وهنا تحديدا أحمد نسل أيضا عن ملف الأسرى وما يجري في الانقسام الحاصل في حكومة الطوارئ وأيضا التحذيرات من عدد كبير كانوا من خبراء عسكريين وحتى من رئيس الموساد السابق والأسبق بالنسبة إلى استمرار هذه الحرب وتأثيرها على موضوع الأسرى أهالي الأسرى كما قالوا بأنهم لا يثقون بالحكومة ستكون لهم تحركات خاصة ما المقصود في هذه التحركات الخاصة وكيف ستنعكس أيضا على الشارع قد يكون مقصود فيها الإضراب عن الطعام كما هدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين هي تظاهرت بالأمس أمام المنزل الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في قصاريا تظاهرت أكثر من مرة أمام مقر إقامته الرسمي في مدينة القدس تتظاهر بشكل دائم أمام وزارة الأمن الإسرائيلية وتوجهت مباشرة إلى رئيس الأمريكي جو بايدن وإلى الوساطة القطرية أكثر من مرة وتعتزم خلال الفترة المقبلة التوجه إلى الوساطة المصرية ودرست خلال الفترة الماضية لاحتجاج أمام السجون الإسرائيلية من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين هناك تهدد خلال الفترة المقبلة بتصعيد احتجاجاتها خصوصا أولا أن الوقت يمر وهناك خشية من أمرين لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أولا من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى الإسرائيليين نتيجة للأزمات الخانقة في قطاع غزة الأمر الثاني الذي تخشى منه عائلات الأسرى هو أن ينسى هذا الملف وأن يتكرر ما حدث مع التيار الإسرائيلي رون أرار عندما سقطت طائرته في لبنان ولا يؤرف مصيره حتى اليوم وثالثا تخشى عائلات الأسرى الإسرائيليين من أن يقتلوا نتيجة للغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وتهدد بالتصعيد خلال الفترة المقبلة وخلال الأسبوع الأخيرة يزداد أسبوعا بعد آخر إقبال الإسرائيليين على التظاهر تضامنا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لكن أيضا يرتفع صوت في اليمين الإسرائيلي على وجه التحديد يطالب هذه العائلات بالصمت وهناك من ادعى أنهم يدرون بأمن إسرائيل وهذه الدعوات جاءت من زوجة بن يمين نتنياهو أحمد شكرا جزيلا لك من تل أبيب مراسل العربي أحمد دراوشا شكرا